لنقاشي وتحليل هذا الملف يحضر معنا في ستوديو العراق اليوم الكاتب والبحثة السياسية دكتور فالح الخطاب أهلا بكم دكتور دكتور رغم كل القمع المستخدم من قبل القوات الحكومية والميليشيا ضد المتظاهرين السلميين إلا أنهم مستمرين في الاعتصام بالساحات سواء في بغداد أو المحافظات كيف يمكننا تقييم هذه الثورة منذ انطلاقتها حتى الآن وأهم أنجزته بسم الله الرحمن الرحيم يعني اليوم نستطيع أن نقول أن أهم إنجاز لهذه الثورة بعد المنجزات التي وقعت والتي حدثت هو ثباتها هو إصرارها هو ثباتها على أهدافها التي طالبت بها أهم هذه الأهداف هو مطالبة هذه الثورة بإسقاط النظام السياسي بالكامل وإلا لو لم يكن هذا حقيقة من الحقائق لكان اكتفوا بتنحي عادل عبد المهدي واعتباراً أن الأمر انتهى عند هذا الحد لكن هذه الثورة مستمرة وتعطي رسائل مستمرة أيضاً من أنه هي ليشة الثورة معنية بتغيير شخص رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أو غيره إنما هي معنية بملفات أكبر وهذه الملفات تتعلق تحديداً بنوع النظام السياسي إلغاء هذا النظام السياسي وإدخال تعديلات جوهرية وليس إصلاحات تعديلات جدرية على هذا النظام وهذا ما أدرك الطرف الآخر الذي الآن كما نرى يلعب في الوقت من أجل الخروج من الواقع الذي وجد نفسه فيه كان هناك تصريح لوجهاء البصرة بأن ما يحدث هو انتفاضة ضد عملية سياسية اختطفت العراق منذ 16 عاماً ما مدى عمق مثل هذا التوصيل؟ هذا اللي يقولنا الآن هذا اللي يقولنا أن هذه الثورة بكل مكوناتها سواء كانوا العشائر أو المثقفين أو الطلاب أو العمال أو النقابات أو هذه الثورة التي شاركت فيها كل أطياف الشعب هي توصل هذه الرسالة هي تقول لسنا معنيين بأن يتغير شخص على سدة الحكم إنما معنيين بهذه العملية السياسية المحاصصية التي جاءت بالكارثة على العراق وبالتالي هذا هو الفهم السليم وهذا هو الفهم الذي يتناسق مع ما يجري في ميدان التحرير وفي الساحات الأخرى هم يقولون نحن نريد تغيير شامل وليس ترقيق لهذه العملية التي ثبت أنها كارثة على العراق وأنها سلبت وجه العراق وحقيقة العراق وهوية العراق لذلك شعارات الثورة التي قالت منذ البداية نريد وطن نريد استرداد العراق هذا كان هو المقصود به الحديث عن هذا الترقيق ربما يجعلنا نطرح ما تحدث عنه اليوم برهم صالح بتأجيل هذه المهلة التي منحت له بتعيين رئيس وزراء جديد إلى أي مدى تظن أن الحكومة ستصر على هذا الخيار في فرض رئيس حكومة جديد من نفس التشكيلة السياسية الموجودة واضح الآن أن الطرف الآخر السلطة القائمة في بغداد الآن تنتظر حدثا ما تنتظر شيء ما تنتظر تدخل ما الآن كما نرى أنه ما يفصل بين المتظاهرين وبين القابعين على سدة الحكم هو نهر دجلة هو هذه الجسور التي أصبحت رمزية أو رمز للقطيعة بين الطرفين هؤلاء الثوار مصررين على ما هم عليه عندهم أهداف يبدون تحقيقة وهم في ساحة الاعتصام ولا تبدو أي إشارة حتى الآن على تراجعهم الطرف الآخر الذي يحاول وحاول بشدة الطرق بالقمع بالقتل بالاختيال بالخطف بإحداث فتنة بإحداث بلبلة بإحداث محاولات تقسيم هذه الثورة الاندساس وسطها كل هذا حاول لكن هو قابع في ورطة كبيرة وبالتالي هو الآن ينتظر تدخل طرف آخر لكي يحل المشكلة هذا الطرف قد يكون إيران قد يكون لات المتحدة لأنه نلاحظ حتى الأطراف الداخلية يعني قبل كان هناك مثلا إشارات من قبل هذا النظام إلى ما يسمى المرجعية على أساس أن هذه المرجعية ممكن أن تدخل لكن هذه المرجعية لم يعد لديها ذات الحظوظ التي كانت لها قبل الثورة وبالتالي أصبح الأمر متوقف هناك إشارات هذا النظام يبعثه بين فترة وأخرى على نيته أو محاولته الذهاب لتوسيط الأمم المتحدة من أجل الخروج بمخرج معين وبالتالي برهم صالح الآن يحاول كسب الوقت هذا الوقت هو عبارة عن وقت ضائع وقت يحاول فيه الطرف الآخر الطرف الثورة المضادة أو السلطة القمعية كسب الوقت علها تحوى بشيء لأنه كانت آخر محاولة محمد الشياء السوداني التي فشلت وبالتالي نسمع دخول قوات إيرانية دخول قوات أمريكية يعني هذه التطورات كلها الكل ينتظر شيء ما يحدث عله يحرك الموقف الساكن والراكن ما هو أو ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء القادم بما يتماشى مع شعارات المتظاهرين اليوم في الساحات أهم صفة أن لا يكون منهم أن يكون غريبا عنهم بعيدا عنهم يعني ليس من هذه المنظومة الحاكمة الفاسدة هؤلاء للأسف يعني كمية ونوع الفساد المستشري في العراق منذ 2003 حتى الآن لم يبقي أحد نظيف في هذه الدائرة لا يمكن لأحد اليوم أن يراهن على شخص من هذه الدائرة على أنه نظيف أو أنه لم يتورط هو تورط بشيء كثير أو قليل سكت شارك صمت يعني وبالتالي العراق ليس خاليا من طاقات من كفاءات من سياسيين هذا الكلام الذي تشيع السلطة المضادة وإيران يشيعون أنه لا يوجد يعني ليس بالإمكان أفضل مما كان لا يوجد إلا هذه العملية السياسية وهذه الرموج لكن هذا كلام غير صحيح هناك الكثير من رجالات العراق الذين يمكن أن يساهموا الآن أو يقودوا المحاولة للخروج لكن المشكلة ليست هنا المشكلة في أنه سلطة القمع الحكومة الحالية لا تريد أن تفرط بالعراق بمعنى لا تفرط بمكاسبها في حكم العراق في هذا الفساد المستشري هي لا تريد أن تغادر هذا ثم هم وكلاء لإيران وبالتالي العملية صعبة جدا هم يريدون أحدا منهم يعني واحد من المجموعة عملية تدوير أنهم سيتمسكون بمبدأ المحاصصة أم يحاولوا التغيير ولو شكليا باختيار شخص محايد وتكنقراط كما كانوا يدعون من قبل مع عبد المهدي لنكن واضحين الوضع الحالي وضع صعب جدا وضع يعني غرق في الفساد وغرق في العمالة لجهات أجنبية خارجية والميليشيات الحاكمة وبالتالي أي شخص يأتي لو كان تكنقراط أو كان حتى محايد كما يسمى هكذا ولا يوجد محايد بالحقيقة بالشكل الحقيقي سيكون عرضا لتسلط الميليشيات عرضا لتسلط السلاح والفاسدين كيف يمكن لرجل أن يأتي تكنقراط على فرض هذا الوسط أن يأتي ويحكم وسط غابة مسلحة يحكمها الفساد ويحكمها منطق الخطف والقتل والمحاصصة والفساد كيف يمكن له أن يحكم العراق الآن يحتاج إلى شخصية قوية شخصية قوية مستقلة لا يمكن مستقلة بمعنى ليست محايدة ولكن مستقلة في قرارها وفي إرادتها وشخصيتها تفرض بالقوة على هؤلاء وتنظف الوضع الداخلي من كثير مما علق به وهذا طبعا يحتاج إلى قوة لا يمكن لتكنقراط أو شخص محايد كيف ما هي المظلة التي تحميه لا يوجد حتى جيش بالمعنى الحقيقي القوة الوحيدة الآن في العراق هي قوة الميليشيات قوة الميليشيات المدعومة من الحركة الثورية والدبابات الإيرانية فكيف يمكن لهذا التكنقراط أو المحايد المستقل كما يقولونهم أو البعيد عن هذه كيف يمكن له أن يحكم وسط هذه الغابة لا يمكن هذا تصور نظري وبعيد عن الواقع هم يريدون شخص إذا جاء ضعيف يتحكمون به لفترة يكتسبون الوقت ويتنهي الثورة هذه ثم يعودون إلى سيرتهم القديمة كيف يمكن تقييم أيضا المواقف الدولية التي تحركت كثيرا خلال الأيام الماضية وأخرها كان الموقف البريطاني الذي يدرس علاقاته مع العراق يعني هناك بعض الأخبار التي لا نعرف هل هي موثوقة هل هي غير مؤكدة يقال أن هناك تحركات أمريكية لأنه الأمريكان أعلنوا عن انزعاجهم من تعرض قواعدهم العسكرية في العراق إلى بعض الهجمات يقال أن هناك تحركات أمريكية ويقال أن التحرك البريطاني أو كلام السفارة البريطانية جاء في هذه السياق جاء في سياق التحالف مع الولايات المتحدة ويعطى نوع من الإشارة ثم هذا جاء طبعا مع دخول قوات إيرانية علنية طبعا إنما نقول دخول قوات إيرانية القوات الإيرانية موجودة لكن هذا المعلن منها المعلن الذي هو للترهيب يعني وإلا هي موجودة فكل هذه التحركات ممكن أنها تؤدي إلى توتر في داخل الوضع اليوم وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تعرض قواته أو قواعده داخل العراق ويأتي تصريح السفير البريطاني في هذا الإطار شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب الكاتب والباحثة السياسي كنتم معنا في ستوديو العراق اليوم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم